قبل أيام وبعد سيطرتها على كابل تعهدت طالبان بالحفاظ على حقوق النساء وحرية الإعلام وغيرها هي أمور لم تلتزم الحركة بها خلال الفترة الأولى التي حكمت فيها أفغانستان بين عامي 96 و2001 إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مدى التغير بينما هو محظور ومسموح في قاموس طالبان إذ يحذر تقرير لمفاوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من خطر ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المدنيين خاصة النساء لا تزال المفاوضية تشعر بالقلق إذا أم خطر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين بما في ذلك النساء والفتيات وهناك العديد من الأفغان غير قادرين على مغادرة بلادهم بسبب وجود أخطار وتدعو المفاوضية الدول المجاورة لأفغانستان إلى إبقاء حدودها مفتوحة في ضوء الأزمة المتصاعدة في السياق ذكر تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية أن مسلح الحركة يقدمون على تعذيب النساء في أفغانستان ويرتكبون انتهاكات عدة بحقهن منذ السيطرة على السلطة كما ذكرت المجلة أن مسلح طالبان قتلوا قائداً في الشرطة الأفغانية رمياً بالرصاص بعد اعتقاله بدورها قالت تقارير بريطانية أن العديد من المسؤولين السابقين أو من عملوا مع الناتو باتوا في عداد المفقودين أو محتجزين لدى طالبان الصحفيون وأقاربهم لم يسلموا أيضاً من الانتهاكات حيث قالت تلفزيون الألماني إن مقاتلي طالبان قتلوا أحد أقارب صحفي يعمل لدى وكالة الأنباء الألمانية في حادثة انتقامية كذلك الأقليات العرقية كان لها نصيب من عنف طالبان وفقاً لمنظمة العفو الدولية التي قالت إن مسلح الحركة عذبوا وقتلوا أفراداً من أقلية الهزارة في ولاية غزنة إذن قصة هذه التقارير لم تبدد طالبان المخاوف بشأن سلوكها بحيث يبدو أن التعهد بالتغيير يبقى مجرد حديث شفهي لا يرقى إلى الأفعال حتى الآن